من جانبه أعرب رئيس الوزراء الأرمينية عن أسف بلاده بخصوص استمرار الأوضاع الصعبة في قطاع غزة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء كما أشهد أيضا بجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستقبال الجرحة الفلسطينيين الخامة الرئيس الوزراء الأرمينية تتأسف جدا بخصوص اجتداد الأوضاع في قطاع غزة وبالتالي أشرات ألاف الدحايا الأبرياء فنحن نتأسف فنحن شهدنا بأنفسنا هجومات على المدنيين السلمين وعلى البنية التحت المدنية وبالتالي نكاتف جهودنا لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف التقنار وبالتالي نشيد بخطوات جمهورات مصر الأربية لإدخال المساعدات بدون عقبة وكما لاستقبال الجرحة الفلسطينيين وإجلاء الأجانب